السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة جماعة طروس مغوك هذه القناة تابع الموقع جماعتطروسمغوك.com من خلال هذه الموقع تنقطم لكم شروحات الطروس مكتوبة ومرفوقة بالفيديو وكذلك المصطلحات والتعارف لهم بالإضافة إلى التلخيص والخططات لهم وكذلك التمارين الإلكتروني وكذلك تمكنكم التهيئة والتحضير الطروس بطريقة أوتوماتيكية لذلك تجاوبك وتسلي الإجابات وتعطيك الإجابات الصحية والإجابات الخاطئة وكذلك تعطيك نقطة تقييمية على جميع الإجابات التي جاوبتها هذا الفيديو سيكون عبارة عن تصحيح المتحان الجهوي في مادة علم حيث الأرض السنة الثالثة إعدادي بالنسبة للأحرار والمترشحين المدراسين في 2017 فتصحيح السابق خضينا 2018 ونبقى وغدينها كبتسلسل حتى ننسى لي واحد الكيمية كبيرة من الامتحانات الجهوية بإذن الله إذن نبدأ باسترداد المعارف التي عليه 8 نقاط كيفما قلت لكم في الفيديو السابق هذه 8 نقاط سهلة ما لا تريدكم تدوى ضروري أوكي نبدأ بالتمرير الأول في 4 نقاط الحفاظ على تمامية الجسم تتدخل قرية البيضاء وتقوم بأدوار مختلفة إملأ فراغات الجدول التالي وذلك بكتابة الثور الوظيفة لكل نوع من الخلايا عندنا في هذه الجدول عاطينا العديد من الكوريات البيضاء وإحنا في الدروس ديال مناعة الجسم عرفنا باللي الكوريات البيضاء هي كوريات خاصة بالمناعة الجسدية وهذهما الكوريات البيضاء لدينا اللمفوية البيضاء لدينا قوسين بلزمية كيفما ترون هنا هذه اللمفوية البيضاء لدينا نوعها وقال لنا نعطيهم الثورة لها البلزمية كوريات اللمفوية البيضاء لدينا قوسين بلزمية إذا الناس الذين شاهدون الشرح في الدروس المناعة الطبيعية ستكون عرفة هذه الدروس بتغمض العينين الدور لدينا اللمفوية البيضاء البيضاء هو إنتاج مضطة الأجسام ما الذي تعرفناه في الدروس السابقة من المناعة الطبيعية حسنا ندرسوا لهذه اللمفوية البيضاء والتي تسمى كذلك بالتاة 8 هنا سوف يكون لديكم ما هي اللمفوية البيضاء أو التاة 8 سوف يكون لديكم لا أعرفها لا نقول كل شيء ولكن كينا لا نعرفها وهذا هو علش دائما في الفيديوهات التي نقدم لكم دائما في الدروس على محيط الأرض وبأكد航ي دائما في البداية الفيديو سوف تعرفون المصطلحات والمفاهيم والناسبة لديها هنا سوف يقول له وأت سوف تراه كلفق المصطلحات المفاهيم اللين أتمنى على المطلحات المفاهيم الحيث لا يمكن تقان swimming عندما التدرياء الدروس المناعة سوف أرحل للمفوية T8 وهي للمفويات T القاتلة تسمى كذلك بالتسي و لديها تسمية أخرى تسمية T8 و يمكن أن نقول لها T القاتلة أو T القاتلة كلهم تسمية مختلفة ولكن لديهم نفس المعنى كلهم يجمعون في للمفوية T القاتلة الخاصة بالمناعة الخلوية تسمية تدمير و تحليل الخلايا المتعفنة وهو تدمير و تحليل الخلايا المتعفنة وهو ما تعرفنا عليها في الدرس لإستجابة المناعية الخلوية كذلك بالإستجابة المناعية الخلوية لذلك تدخل جرطومة خلية من الخلايا الجسم يجب للمفوية T وتنشط و تحول إلى قاتلة و ذاكرة T القاتلة تهجم على الخلايا المتعفنة و تقوم بتدميرها إذن هذا هو الدور الدور هو تدمير الخلايا المتعفنة لذلك 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 الكورية البيضاء المفصصة الناوات و تدخلنا بين قوسين المحببة الكورية البيضاء المفصصة الناوات هنا سنعود للمناعة الطبيعية المناعة الطبيعية تعرفنا على البلعميات و ما هي بلعمة الجرطيم و خلية الخلايا بينما لا investigators أفضل بلعمة بلعمة و لذلك هل تتغلق الجرطومة أو حطم الخلايا ولكن لم ترى الفيديو لترسى المناعة الطبيعية سوف ننصحك لكي ترى ضروري لأنه لا يوجد حال من النقطة ولكن لا ترى في هذه المتحان تستطيع التطيع فيها في المتحان المقبل إن شاء الله ولهذا سوف ترى الفيديوهات سوف ترى الفيديوهات خاصة في هذه المتحان كلهم في وصف هذا الفيديو إذن قمنا بذلك الكورية البيضاء المفصصة هذه النواة هي البلعوميات الكبيرة التي تقوم بالبلعامة إذن تكمل في بلعامة الخلايا الميتة والجراتيم إذن نكتب لهم هنا البلعامة أو البلعامة الجراتيم والخلايا الميتة هذا هو التور الكورية البيضاء المفصصة لنفوية التربعة هذه اللنفوية التربعة تعرفنا عليها بالطبط في الدرس فقد المناعة المكتسبة و قلنا بلحومة في اي ااش تستهدف هذه اللنفوية التربعة و يجب أن تكونوا عاقلين لذلك تستهدف هذه اللنفوية التربعة لجسمتي يفقد المناعة المكتسبة فقد المناعة المكتسبة و كيف تنشط النافوية المكتسبة و كيف تنشطها لاستجاب المناعي المكتسبة كتنشطها عن طريق تنشط وتحفيز لنفوية B و D إذن الدور ديالها شنا هو الدور دياله هو تنشيط لنفوية B و D دور دياله عندما تمرين أرقم جوج قال لك عرف ما يلي المستقبل الحسي والسيالة العصبية النابضة وحد الملاحظة لحتى من البداية ديال هذا المتحان كله معتمد على المصطلحات والتعارف ديال الدرس هنا عديد من المصطلحات وهنا التعارف ديال المصطلحات يعني لك إلتفاهم المصطلحات ديالك وضبطهم لا تلقى حتى مشكلة مع جوجه ديال أنواع ديال التمارين إذن بدأوا بالتعارف ديال المستقبل الحسي المستقبل الحسي تعرفنا عليه في الدرس ديال الحسسية الشعورية وبالطبط سيتمشي للمصطلحات ومفاهيم ديال هذا الدرس سيتلقى أنك تبليل المستقبل الحسي يقوم باستقبال الإهاجات وإحداث السيالة العصبية الحسية ويمكن لنا نقدم لهم تعرف كيف يدور هذا المستقبل الحسي يتواجد بالأعضاء الحسية وهو يقوم باستقبال إهاجات وإحداث السيالة العصبية الحسية دعونا ذلك تاريف السيالة العصبية النابيذة السيالة العصبية النابيذة تعرفنا عليها بالطبط في الدرس ديال تحركي الإراضي وقلنا بلله السيالة العصبية النابيذة هي عبارة عن رسالة عصبية حركية يتم إنشاؤها على مستوى الباحة الحركية لتنتقل إلى العضو المستجيب يعني هذه السيالة العصبية النابدة هي التي يتم الإنتاجها في الباحة الحركية وكتبت حتى عند العضو المستجيب عن طريق طبيعة الحل الألياف العصبية الحركية العضو المستجيب راه واضح ما هو هو العضلات بخير الثميلي العصبي الثميلي العصبي العصبي المركزي الشياطة الكون الم 所以الة العصبي المركزية السيالة العصبي المركزية التب worthy القر� السيالة العصبي المركزية يمكن انتهى الإنتاجها على مستقبل مستقبل الحسي تق Shooting ويشكرا على المستقبل الحسي وتنتقل عن طريق الألياف العصبية الحسية وبحضر إلى مركز يشكرا على سماوة سوى العصبية مركزية ويشكرا على مستقبل الحسي ويشكرا إلى المركز العصبي حتى يتم التحليل نقوم بتحضير ضفضع شوكية نقوم بتبنيجها ثم تخريب دماغها في التبنيج وخريبasmاء أخرج عندها غير نخاش شوكي والدماغ ديالها او للمخ ديالها ما عندهاش اذا باش نحصلو على الضفضاء اللي عندها غير نخاش شوكي شنو قصنا نديرو لها خصنا ندمرو لها الدماغ اذا انا اختارو رقم واحد نقوم بتبنيجها ثم تخريب الدماغ دياله وبهذا يبقى غير نخاش شوكي دياله ندوزو الباق قلت الانعكاس الشوكي هو رد فعل لا اراضي مركزه العصبي هو الدماغ او لا رد فعل لا اراضي مركزه العصبي هو النخاش شوكي او لا يحدث عند ضفضاء مخربة النخاش شوكي بالنسبة للانعكاس الشوكي تعرفنا عليه في الحركات الانعكاسية قلنا بلي الحركات الانعكاسية هي كتبدأ بانتاج سويالة العصبية الحسية اللي كتنتاقل النخاش الشوكي وكتنعكس من خلال النخاش الشوكي الى سويالة عصبية حركية وكتنتاقل العضو المستجيب او لا المستجيب الحركي اللي كي حول الحركة اذا المركز ديال هذه العملية ماذا هو؟ ماذا هو الدماغ لا هو النخاش الشوكي حيث ما مشتش لدماغ مشتغل النخاش الشوكي كانت حسية كانت سويالة حسية مشتغل النخاش الشوكي وتأكسات ولا سويالة حركية اذا بناء على هذا المعلومات التي لدينا نختاره الجواب رد فعل لا اراضي مركزه العصبي هو النخاش الشوكي طبعا لا اراضي لأن انعكاسات الشوكية او الحركات الانعكاسية هي حركات لا اراضية لا ندرس بالا اراضي خارج الاراضي مثل جيم بال heater سماع الموسيقى هو النشاط عصبي يمثل حساسية شعورية أو لاتحركية اراضية أو نشاط انعكاسي سماع الموسيقى لا ترى تعليق او الحساسية شعورية يمثل حساسية شعورية لذلك ما تسعى دفاعا سيكون حساسية شعورية وتحركية اراضية ، بصدق قدف الكرة نشاط عصبي يمثل حساسية شعورية او تحركية اراضية او نشاط انعكاسي قدف الكرة انت اللي ضربت الكرة يعني انت اللي بغيت تضرب الكرة يعني بالاعراضة ديالك ضربتها يعني تحركية اراضية ندخل الى الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني وهذه 12 نقطة وهذه 12 نقطة ضرورية اخذكم ستواصل التمرير اللي والفي استدلال النقاط مزيان يعني اذا ضربت هذا انت ستدلال نقطات اوكي قالت اصيبت امنية اثناء سقوطها من سلم الطراج بشلل على مستوى الساق الايسر نتيجة ارتطام رأسها بالارض كما انها اصيبت بجرح على مستوى ركبتها اليسرى قالت امنية هذه كانت غضف الدرج طلعة وطاحت من اللي طاحت الجهة الشلل في الساق الايسر بقى على الجهة الشلل حيث تضرب لها راسها مع الارض و جرحات في الركبة اليسرية ديال الرجلة اليسرية واخر انظروا السؤال قالت اقترح فرضيتين تفسر بهم الشلل الذي حدث لأمنية وهذه النقطة ضرورية في الساق اقترح فرضيتين نفسرهم على تجاه الشلل في رجلية اليسرية واخرنا نرى الأحداث التي ادناها والأحداث التي ترى سوف نبني التفسير الأحداث التي ترى هي انها طاحت ضربة راسها وضربة راسها زائد تجرحات في الركبة وأنا اضافة لا ترى كثيرهم لديك إمكانية إسفق ذلك عاينة تطاعت لها الباحة الحركة التي تتحكم في الساق اليسر وذلك سوف تتقل في الساق اليسر واردتها الباحة الحركة التي تتحكم في الساق اليسر هكذا الفراضية الأولى سنجعلها بطريقة تصوير نقول لهم الفرضية الأولى هي تأثر الباحة الحركية المتواجدة بالنصف الكرة المخية اليمنى عند ارتطعم رأسها بالأرض وذلك لأن الباحة اليمنى تتحكم بحركية الجهة اليسرى من الجسم وهذا ما خصي يأتيكم غريب فأنا قلنا لهم ارتطعم الباحة الحركية اليمنى تسببت لها فقدان الحركة للسق الأيصر حيث في التحركية الايرادية قلنا لكم واحد ملحوظة وقلت لكم باللي الباحة الحركية اليسرى تتحكم في النصف الرئيمن من الجسم والعكس صحيح يمكن أن نصف المخي التصنيف اليمنى تتحكم في النصف الجسد الذي كان في الهايمن ونصف المخي التصنيف اليمن يجب أن تكونوا عارفينها بدون نقاش فرضية الأولى التي تعتمد على ارتطام الرأس على الأرض نرى الفرضية الثانية التي ستعتمد على الجرح في الركبة بما أنها هي جرحة في الركبة وفقدات القدرة للحركة بالنسبة للساق الأيصر والساق الأيصر يكون شد في الركبة والحضلات للساق يكون فيهم أوتار وذلك الأوتار يكون شد في الركبة إذن إلا تجرحة في الركبة وكيف كان هناك إمكانية أن ذلك الأوتار يتقطعوا؟ ممكن إذن نقول لهم الفرضية الثانية هي تأثر أعصاب أو الأوتار ساقها الأيصر بسبب الجرح الذي حدث لركبتها اليسرى وبهذا نعطيناهم جوجة الفرضيات كيف نطلب منها حتى الآن نكون جاوبنا على جميع الأسئلة والتمارين اللي كان ينفع هذا الامتحان الجهوي وبعدها نقول لكم باللي خاصكم تفاعلوا معنا حتى التفاعل لكم واللي كي حفزنا باش نتجوا فيديوهات وخطة نكونوا عيانين ولا هذا والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر